سوبر ننسى بقى تشامبيز ليج وننسى اليوروبا ليك حلقة النهاردة يعني طبعاً اللي بيتابعه السادس عارفين كل يوم أربع حلقة العالمية بس طبعاً ما فيش شيء يعلو ولا ييجي في الأهمية قبل مطش السوبر وأنا عارف إنه بما أنه النهاردة أول تمرينة للنادي أول يوم في الإمارات في مدينة العين طبعاً الفريق وصل مبارح البعثة وصلت برئاسة طبعاً دكتور محمد شوقي لمطار أبو زبيو ومن هتحركوا للعين اللي فيه فندق الإقامة وفيه ملعب أيضاً التدريب الخاص بالنادي الأهل هنتابع مع حضراتكم ويمكن أنتم بتشوفهم يعني بتتابع على الشاشة دلوقتي لقطات من تدريب الفريق أو التمرين الأول للفريق الحمد لله كل الأخبار اللي جاء لنا من هناك بتقول إنه الحالة المعنوية أكتر من رائعة النهاردة بيوصل كابتن محمود الخطيب وبيزور وبيحضر التمرينة وبيسلم على اللعيبة اللي موجودة واحد واحد وجود كابتن الخطيب في التوئيد ده في منتقى الأهمية الحاجتين واحد إن إحنا نطمن على كابتن محمود خطيب وظهوره في حد ذاته رسالة تطمن كل جماهير النادي الأهلي وكل عشاء بيبه اتنين إنه قبل اللحظات المهمة والحاسمة في أي لقب وفي أي بطولة كابتن محمود الخطيب بيدي دفع معنوية كبيرة جداً 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 لكل اللعيبة فالنهاردة بيتهيق لي تواجد كابتن محمود الخطيب في الإمارات زيارته طبعاً دي لحظة وصوله الملعب المباراة معه طبعاً أستاذ دكتور محمد شوقي رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة أستاذ جمال جبر أعتقد كابتن سمير عدلي طبعاً هو سلم على طبعاً العمري فاروق نائب رئيس وموجود طبعاً مع البعثة أستاذ خالي المرتاجي أيضاً موجود في الإمارات طبعاً مهندس عدلي القيعي كله الحقيقة هناك في حالة من التوحد خلف الفريق والاهتمام بشكل طبعاً دكتور أحمد أبو عبلا دكتور عبد المجيد يعني مين تاني معنا في الصورة طبعاً المهندسي في الوزيري طبعاً رئيس مجلس إدارة شركة أستاذات فكل الدعم طبعاً للفريق وتوجد الكم الكبير من الشخصيات والمسؤولين في نادي الأهلي اللي وراء الفريق في الإمارات يدي رسالة مهمة جداً قد إيه ودفعوا عنواء كبيرة جداً للعباء على كل أحوال خليني أقولكم أنه اللي وصلني بشكل مباشر من داخل يعني كواليس المعسكر أنه في حالة تركيز قصوى حالة استنفار تقدر تقول عليها ورغبة شديدة جداً في تحقيق اللقب والفوز بالبطولة دي على الرغم أنه يمكن زي ما اتكلمت مبارح مع حضراتكم أنه مواجهة الأهلي والزمالك بصرف النظر عن أنها على لقب أو على بطولة ده ملعب العين اللي الأهلي هيتدرب عليه مش ملعب المباراة أنا هوريكم كمان شوية ملعب المباراة ملعب أكتر من رائع صحيح